السلام عليكم حبايب قلبي يا رب تكونوا بخير بإذن الله نشاهد في فيديو النهاردة عملية إزالة المياه البيضاء من على العين وده هيكون بشكل سري دي إنيميشا واضح وجميل جدا وأتمنى قبل ما نبدأ ما ننساش نضغط لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان الفيديو روح لناس تانية غيرنا وهم كمان يستفادوا الرؤية بتكون نتيجة لتفاعل أجزاء العين مع بعضها ومن مكونات العين جزء اسمه العدسة وده عبارة عن جزء شفاف وظفته أنه يسمح لمرور الضوء الخارجي للشبكية علشان تبدأ تكون صورة للأشياء والعدسة بتتكون من مياه وبروتين وبسبب التقدم في العمر أو بسبب مشكلة في الجينات بيبدأ يحصل تراكم للبروتين وجفاف للمياه اللي بتكون العدسة فبيصبح مرور الضوء ضعيف جدا والصورة اللي بتتكون على الشبكية بتكون ضبابية وغير واضحة وده اللي بنسميه المياه البيضاء أو القطرقت وعلاج المياه البيضاء بالجراحة هو أفضل علاج ليها باستخدام أداه معينة بيتم فتح العين وتثبتها وبيتم عمل تخدير موضعي باستخدام القطرة وبعدها بيتم عمل فتحتين بكتر 2 ملي على سطح العين علشان ندخل منهم الأدوات اللي هنعمل بيها العملية وبيتم حقن مادة معينة من أحد الفتحات علشان تحمل أجزاء الداخلية للعين من الإصابة وتدي مجال أوسع للجراح إنه يشتغل وعدسة العين بتكون محاطة بغلاف خارجي فبنعمل فيه فتحة بشكل دائري علشان نقدر نصل للعدسة وباستخدام أداه معينة بتعمل بالإهتزازات بيتم تفتيت عدسة العين الصلبة وبعد تفتيت العدسة بالكامل بيتم شفتها خارج العين وبعدها بيتم وضع عدسة صناعية جديدة والعدسة الصناعية بتقوم بوظيفة العدسة الطبعية بالكامل ده غير كمان إن العدسة الصناعية بتغني المريض عن إنه يلبس نضارة وبعد العملية بتبدأ العين إنها تتكيف مع العدسة الجديدة بسرعة وبكده فيديو النهاردة يكون خلص واللي حابب يشاهد فيديوهات أكتر فأنا سيبلكم قائمة بكل الفيديوهات تحت الفيديو في صندوق الوصف وأتمنى لو استفدتم ما تنسوشوا اللايق والاشتراك علشان يوصل لكم كل جديد والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة